للمزيد ينضم إلينا من بن غازي عبدالعزيز الفخري مرسل غد عبدالعزيز المزيد بشأن كلمة باشغة وموقفه من ملف العجيلي يعني كوثة في كلمة متلفزة مساء يوم الأمس رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواف فتح باشغة أبدى فيها موقفه وموقف حكومته من هذه العملية ما أسماها عبدالحميد البيب رئيس الحكومة المنتهية الأولاية بطرابلس بعملية تسليم أبو عجيلا مسعود أسماها بشاغة على أن عملية خطف تمت في العاصمة طرابلس لمواطن بمنزله واقتياده لجهة مجهولة لتم ترحيله بعد ذلك إلى الدولة أجنبية هذا الموقف هو منسجم تماما مع موقف مجلس أنواب رئاسة وكذلك على مستوى اللجان الرئيسية والفرعية بمجلس أنواب التي أبدو فيها جميعهم بيانات هي تندد بهذه العملية التي أقدم عليها عبدالحميد البيب بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية باشغة قال على أن حكومته ستذهب في إجراءات لمحاولة استرجاع أبو عجيلا مسعود مرة أخرى إلى الدولة الليبية وإن كان هناك أي تهم موجه لهذا المواطن الليبي يجب أن ينظر فيها بداية بالقضاء الليبي وأن يتم أحاكمته داخل ليبيا وليس خارج حدود الوطن أيضا ذكر فتح باشغة على أن حكومته حاولت أن تعمل من العاصمة أطرابلس وإن كان لها ذلك وإن ممكنت من ذلك إلا ما كان لكل هذه العمليات التي تتم والتي تمس من السيادة الليبية أن تتم على حد وصف فتح باشغة إذن هو موقف من رئيس الحكومة أول موقف يعد من فتح باشغة صراحة وعلنية وهو كما ذكرت كوثر متفق مع موقف مجلس أنواب حتى على مستوى العديد من الأحزاب الطياف السياسية التي بدأ أو أبدأ احتجاجا على هذه العملية وهي كذلك تحذب أن تتبع هذه العملية تسليم مواطنين آخرون ربما متهمين لدى الولايات التحدة الأمريكية بقضايا إرهاب أو ربما لدى عبد الحميد دبيبة فرصة أكبر من خلال تعاوم مع الولايات التحدة الأمريكية حتى يستمر في منصبه كرئيس للحكومة يمارس مهامه من العاصمة رابلس بالتزامن أيضا عبدالله باتلي متواجد بليبيا ويجري لقاءات ستشمل أيضا لقاء يجمعه بفتح باشغة ما المعلومات المتوفرة لديك حتى الآن على سير هذه الزيارة ولقاءاته وتحديدا لقاء بفتح باشغة نعم كوثر هي زيارة أو مجموعة من اللقاءات استهل عبدالله باتلي رئيس بعثة المتحدة لدعم لدى ليبيا من العاصمة رابلس بالمجلس الرئاسي والنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي كان الحديث مع نائب المجلس الرئاسي وعبدالله باتلي حول مسألة المصالحة الوطنية وأن يلعب المجلس الرئاسي دور أكبر خلال الفترة الحالية في التوفيق ما بين السلطة التشريعية والاستشارية البرلمان ومجلس الدولة خاصة بعد تقديم مبادرة المجلس الرئاسي بجمع المجلس الرئاسة وأعضاء كذلك حتى يتم التوافق على القاعدة الدستورية وهي الإطار الرئيسي لإجراء الانتخابات أيضا عبدالله باتلي بعد كلمته في مجلس الأمن مباشرة وهذه الحاطة التي قدمها والتي ذكر فيها على أن مسألة التوافق ما بين البرلمان ومجلس الدولة هذا الأمر يبدو مستبعدا نظرا لأظروف الراهنة وكذلك الرجل يبعث برسائل أو مقترحات ربما أخرى بديلة للمجلسين تأتي لإجراء الانتخابات منها يذكر باتلي بأن يتم تقديم مقترحات على مستوى المترشيحين الانتخابات الرئاسية وتقديم رؤى حول سبل الخروج من الأزمة حول القواعد واللوايح لإجراء الانتخابات الرئاسية والنقاط الشيكة حول هذا الموضوع وعرضها بعد ذلك على مجلسين نواب الأعلى الدولة وكذلك بعض الأطراف السياسية التي التقى بها عبدالله باتلي خلال زيارتها السابقة لأطرابلس وكذلك لشرق البلاد من المقرر أن يعقد عبدالله باتلي المزيد من اللقاءة داخل ليبيا سواء كان في مناطق غرب البلاد على مستوى البلديات الحكومة كذلك وأيضا على مستوى شرق البلاد مجلس النواب وكذلك اللقاء مع رئيس الحكومة فتحي بشاغا لم يحدد بعد ولكنه من ضمن المخطط لرئيس البعثات المتحدة للدعم لدى ليبيا وبالتالي على أن يقدم بعد هذه الزيارة وحصلة هذه اللقاءات النتيجة النهائية ما كان عبدالله باتلي سيحصل على نتيجة من هذه اللقاءات من بن غزي عبدالعزيز الفخري مرسل غد شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة